فالله سبحانه وتعالى بين فضل آدم عليه السلام بالعلم فالعلم هو الذي ميز به الإنسان إنسان الجاهل لا فضل له إنما العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بل إن الله سبحانه وتعالى يعني ميز الكلب المعلم عن الكلب الجاهل غير المعلم حتى في الكلاب كلب المعلم إذا أمسك لك الصيد فصيده جائز الكلب الجاهل إذا أمسك الصيد فصيده غير جائز حرام إذا شوف حتى العلم فرق به بين الكلاب بين كلب المعلم وبين كلب جاهل فكيف بين الناس ونحن عندنا أول كلمة من الوحي أنزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام اقرأ الأمر بالقراءة والأمر بالعلم فميز الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام بالعلم ترجمة نانسي قنقر